أنا دلوقتي كمان ديفي أوريجي مدير إدارة الإعلام في نادي إنيمبا الناجيري يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 أنا مبسوط جداً أن أنا معاكم النهاردة ومتشرف طبعاً أن أنا أكون متواجد معاكم على التلفزيون المصري رأيك إيه في المجموعة اللي هو فيها إنيمبا الناجيري وفيها فريقين من مصر الزمالك والمصري البورسعي هي مش مجموعة سهلة ويعني اللعبة مش هيكون سهل في المجموعة بالذات إن فيه فريق كبير زي الزمالك والزمالك هو معروف في مصر هو وكان فرقة تانية إنه هو من الفرق الطوب أو الفرق الأعظم في مصر تاريخه وبالذات كمان مع مدربه الجديد البرتغالي بيقدي بشكل كويس جداً فعشان خاطر إن أنا أتكلم وأقول إن المجموعة هتبقى سهلة بالنسبة لي أنا أصعب حد بالنسبة لي في المجموعة دي هيكون الزمالك ولكن زي برضو ما هم هيلعبوا كورة كويس أنا كمان واصق في الفريق بتاعنا هو هيلعب كويس جداً وإحنا متضربين كويس وكنا جاهزين لده يعني مش هتحكي عليك إن إحنا قبل القرعة إحنا كنا متوقعين فرق صعبة في الجروب بتاعنا وأنا بالنسبة لي شايف إن الجروب ده هو أحسن جروب وفي نفس الوقت أصعب جروب المجموعة دي توقعت إن إنت هيكون فيها نادي الزمالك تقول إن إنت توقعت إن المجموعة تبقى صعبة توقعت الزمالك تحديداً كنت متوقع يعني مش هقول إن أنا كنت متفاجئ أنا 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 هكون صريح معاك إن ما كنتش أتمنى إن يبقى المجموعة فيها الزمالك لإن الزمالك هو هيبقى بالنسبة لي أصعب حد في المجموعة ولكن أنا 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 بالنسبة لي ما كنتش متفاجئ لإن هو توقع موجود وطبعاً إنت عارف إن في اللغة الكورة إنك إنت تكون متفاجئ بحاجة دي بتبقى كتبة كبيرة يعني لأ هو أنت لازم يبقى عندك التوقع الأصعب في الأصعب عشان لما حتى يجي لك حاجة سهلة تبقى أنت مرتاح بمناسبة التوقعات توقعاتك للمتآهلين عن هذه المجموعة الفريقين اللي هيتآهلوا مين؟ من وجهة نظري أني أنا شغال في إنيمبا فلو أنا قلت فريق غير إنيمبا هكون كداب لأن أنا بتمنى أن الفرقة بتاعتي تكسب أو تتآهل طبعاً تاني حد الزمالك فأنا ممكن بالنجة نظري أقول إنه إنيمبا والزمالك إن هما هيصعدوا في المجموعة دي ولكن برضو توقعاتي ممكن تطلع غلط لأن الكورة ملهاش ملهاش حتة التوقعات أو ملهاش حتة إن حد يكون واصح في اللي بيقوله كل اللي أنا بقوله هو مجرد توقع دلوقتي مش أكتر وتاني هقولك إن فرقة الزمالك فرقة قوية جداً حتى لو هي صعدت مع فرقة تانية فده شيء متوقع يعني من قبل ما نلعب ولكن في الآخر إحنا هنلعب ونحاول يعني إنيمبا تاريخياً كان له باع كبير جداً في البطولات الأفريقية ويؤدي بشكل رائع جداً هذا في الماضي في الماضي القريب ما كانش إنيمبا ظاهر بشكل جيد في بطولات أفريقيا هل إنيمبا الآن في حالة جيدة للمنافسة على البطولات الأفريقية؟ للأسف برضو أنا عارف اللي انت بتقوله آه ممكن يكون هما الفريق ما كانش بيقادي بشكل كويس آخر فترة ولكن إحنا بنلعب وبنتضرب على قد ما بيقدروا بنحاول نجدد في شكل الفرقة بنحاول نجدد الشكل في الملعب ونتمنى المكسب دي بيوريجي مدير إدارة الإعلام في نادي إنيمبا النجيري بشكرك شكراً جزيلاً على هذا اللقاء عبر الهاتف اشتركوا في القناة